في بعض الستات كمان وبيزعلوا لما اتكلمنا على شارين من يومين ودفعنا عنها وقلنا انها رجعت لبيتها خلاص نرفع أيدينا عنهم نسيبهم براحتهم سابوا كل حاجة في كلامي ومسكوا في جملة واحدة مفيش كرامة بعد الجواز اه قلتها نروح بعيد ليه حطلنا الفيديو لو سمحت عليك بان كانت تقربيله بيش تبتعد عنه وما تقوليش كرامتي انا ضدت كلمة كرامتي انا معاك يقضر لك اهو الدين عشانك ياسمين بتتكلمي بوين انا علاقة الدين ما تروحيش تجيبيلي صورة من فيلم سنة ستين تقوليلي قالت الكرامة لا معليش انا في جو شادية وكمال الشناوي او صلاح زوفقار اعتقد اللي كان قدامها الفيلم يعني اللي انتو بتنشره هاتيلي الدين هاتيلي حديث الدين بيقول ايه بعد الجواز وانا بيقولك يا حبيبتي قبل الجواز هو حضرتك سيادتك يا تكوني خاضعة يا تكوني مفترية ما يمشيش معاك تكوني حرية انا بتمنى تكوني حرية عشان جوزك بإذن الله يختارك دنيا واخرى يبقى الرجل رجل وتبقى المرأة مرأة ناعمة وحرية واي محاولة لتغيير هذا الوضع محاولة فشلة محاولة فشلة الست تقدر تطلع أحلى ما في الرجل وتقدر تطلع أحسن ما فيه وتقدر برضو تطلع أسوأ ما فيه شوف أنت بقى عايزة تطلعي إيه وطلعي ونقي كويس وانت بتطلعي عشان في الآخر اللي عايزة تعيش بتعيش واللي بص اللي عيشت غيره تحرم عليه عشته وبعدين تعالوا بقى مع بعض كده نجرب نقلي بالكلام لو أنا طلعت النهاردة قلتلك أو قلتلك بقولك إيه فضل مراتك عليك حتى في الأكل ولو مراتك طلبت منك حاجة اجري اعملها لها وقول حضر ونعم يا ستي ويا تجراسي ومسيكي تليفون جوزك شقل بيه وبحوشي فيه وعشان تكتشفي بدر الخيانة اللي هي مش موجودة أصلا إلا في خيالاتك وإنت هفوت لمراتك كل حاجة وحط كرامتك في الدرج وإيه هتقول فيه كرامة بيني وبين مراتي كده الكلام عجبكم أنا عمري ما هقول الكلام ده بحياتي ما هقوله ما تستنيهوش مني جي على مزاجك لأنه بينصف هوية الرجل أو جي على مزاج البعض لأن في الأكثرية وسطيين زي لا هقولك تيجي علي ولا هقوله يجي عليك إنما لا لتهمش الرجل ونعم لاحترام الرجل رمز الأب رمز الأخ رمز الزوج مش أنت بتدعي لاحترام الاختلاف الرأي احترمي ألم تدعي للمساواة ساوي في مليون ألف حد بيتكلم عن المرأة قطر خيرهم وأنا بشكركم الحقيقة أنتوا بتتكلموا عن حقوقنا وأنا امرأة زي زيكم وفي واحدة بتتكلم عن الرجل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر